بارك الله فيكم يردد بعض الناس عبارة وجه الله عليك أن تدخل إلى بيتي أو أن تأكل من عشائي أو غدائي يا شيخ هذا لا يجوز هذا محرم وفيه إهانة لوجه الله سبحانه وتعالى فهو توسل بوجه الله إلى المخلوق وهذا محرم ولا يجوز لأن فيه تنقصا لله عز وجل نعم